السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد تم الاعلان على النسخة العالمية من الوان بلاس تين برو الذي تم الاعلان عليه في الصين بداية شهر يناير 2022 سنتعرف معنا على المواصفات الكيميلا للنسخة العالمية والسعر الرسمي الذي تنزل به لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الأعجاب بالنقر على الزر لايك إذا كان لديك أي استفسار اكتب لتحت في التعليقات أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لتضيع هذه الفرصة اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابعة لآخر الأخبار وتطورات التكنولوجية أولا بأول بداية مع الشاشة يأتينا الوان بلاس تين برو مع الشاشة مميزة للغاية بحجم 6.7 إن شاشة كبيرة من نوع LTP-02 Fluid AMOLED مع 1B Color شاشة فعلا ممتازة جدا دقة الألوان هنا خرافية كما تدعم أيضا 120 هرتز للرفريش ريت ومحمية بCorning Gorilla Glass Victus في الظهر هنا الظهر يأتينا مصنوع من الزجاج محمي بCorning Gorilla Glass 5 والفريم مصنوع من الألومنيوم الجهاز Water Dust Resistant يعني به حماية غبر ومياه مع ريتنج IP68 بالنسبة أصدقائي إلى مربع الكاميرات هنا نجد ثلاث كاميرات خلفية وفلاش LED الكاميرا الأساسية تأتينا بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F1.8 كاميرا الثانية كاميرا Telephoto ستعطيك ثلاثة X Optical Zoom ثلاث مرات زوم طبيعية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F2.4 أما الكاميرا الثالثة فهي كاميرا Ultra Wide لتصوير الزاوية الواسعة تأتينا بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F2.2 الجهاز هنا يصور الفيديو بدقة 8K مع 24 فريم في الثانية كما يصور أيضا الفيديو بدقة 4K مع الخيار بين 30 و60 فريم في الثانية كاميرا السيلفي تأتينا بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F2.2 فعلا كاميرا الجهاز هنا مميزة جدا تعتبر أحد أفضل كاميرا الهويتف في العالم لسنة 2022 بالنسبة أصدقائي إلى الأداء بدون شك نتكلم على فلاكشيب يعني سيأتينا مع معالج من شركة Qualcomm Snapdragon 8 Generation 1 بمعمالية 4 نالومتر هذا المعالج الذي سنره مع جميع الفلاكشيب ورأيناه مع جميع الفلاكشيب لسنة 2022 نجد أيضا أحدث نسخة لأندرويد الأندرويد 12 وبجهة OxygenOS 12.1 بطارية عمليقة بحجم 5000 ميلي أمبير الجهاز يدعم الشحن السريع بسرعة 80 وات سيعطيك تجربة شاحن مع هذا الشحن من صفر إلى مئة بالمئة في 32 دقيقة يدعم أيضا الفاست ويرلس شارجنج الشحن السريع بسرعة 50 وات وريفرس ويرلس شارجنج بدون شك الوان بلاس 10 برو يأتينا مع USB Type-C يأتينا مع بصمة على الشاشة تعمل بصفة صاروخية نجد ستيريو سبيكرز سماعات خارجية ذات جودة عالية والجهاز غير دائم لما تخل الثلاثة ونصف ملي للهيتفون جاك بالنسبة للنسخ يتوفر هنا بأربعة نسخ النسخة الأولى 128 جيجا مساحة داخلية مع ثمانية رام وصولا إلى أعلى النسخة التي تأتينا مع 512 جيجا مساحة داخلية و12 رام الجهاز بدون شك لا يدعم مدخل SD Card يعني ليس بإمكاننا إضافة مساحة داخلية وبالنسبة للألوان يتوفر بثلاث ألوان الفولكين بلاك اللون الأسود اللون الأخضر والباندا وايت اللون الأبيض ويبدأ سعر الوان بلاس 10 برو مع النسخة العالمية من 899 دولار سعر ممتاز جدا هنا يبدأ به الجهاز مع نسخة 8 رام و128 جيجا مساحة داخلية بداية البيع أو الطلب المسبق سيكون اليوم الخامس من هذا الشهر والتوصيل سيكون بداية من اليوم الرابع عجر من هذا الشهر هذا هو الوان بلاس 10 برو النسخة العالمية أشكركم على المتابعة تمنى أنكم استفدتم ونالفيديو أعجبكم لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليس لكم كل جديد أراكم في فيديو قادم إلى اللقاء وشكرا